اشتركوا في القناة جميعا وأشكر جميع المتابعين وأصدقائي وأحبائي على كل الكلام الطيب اللي انتو بتكتبوه واللي بتعلقوا فيه ونوعية الدعم اللي انتو بتدعموني فيها نفسيا وطبعا حبيت اني في البداية اني اعلق او اجاوب على بعض الاسئلة اللي تكررت خلال الفترة الماضية انو وين انت غايب ليش انت غيرت اسلوبك ليش بطلت تضحك ليش منكتب لك اسئلة ليش بتجاوبش عليها يعني فيه اشياء فيها تغييرات اول اشي عشان يكون فيه معلوم الجميع انو انا الفترة الماضية انا بعمل لكم الحلقات انا تعبان كثير ومنهك جدا وخلاف الادوية اللي انا باخذها وفي لحظات انا بسجل لكم الحلقات وانا بكون مركب بالكاليولا في ايدي يعني محلول او المغذي او الجرعة تاعت اللي انا باخذها هاي اسبوعيا فصحيا انا شوي تعبان نفسي اثنين انتم لاحظين انو هو مش مزبوط فانا بستخدم البخاخة كثير فعشان هيك شوي ما عندي الصحة الكافية اني انا اجاوب على الاسئلة او اني اقعد وراء جهاز الكمبيوتر المسألة اللي اهم من هيك انو مدة الحلقة صارت طويلة يعني انا ما كنت متخيل انو احنا رح نوصل لحلقة مدتها ساعة ولكن لما انا شفت انو الكل بيأيد الطريقة هاي وحاب الطريقة هاي وحاب نستمر على الطريقة هاي فما حبيت افشلكم حبيت اعطيكم اللي انتو حابينو او شايفينو مناسب انا بهمني انو انتو تكونوا مبسطين وبهمني اني انا اقدر اني انا قدملكو انا وظيفتي خدماتية يعني انا بقدم خدمات اه فانا وظيفتي اني انا اساعدك و اقدملكو الاشي اللي انتو بتحبوه اللي بترغبوه اما اه سبب ابتعادي فهو انا شرحت الكوية انه هو وضع صحي ووضع الصحي انا من سنوات يعني مش مستقر يعني في ايام بكون اه الحمد لله وضع ممتاز وفي ايام برضو الحمد لله بكون مش قادر يعني ولكن برضو رغم هيك اه من البداية انا حكيت انو انا رح اسجللكو الحلقات وحلوة بالصوت وممتازة لانو بمكاني اني اسجلها على التليفون بمكاني اسجلها على جهاز وسيط للتسجيل بمكاني اسجلها على المايك بقدر اسجلها وانا في المستشفى بقدر اسجلها وانا بخد جرعتي عادي جدا يعني فعشان هيك ما بتغلب من تسجيل الصوت الا اللهم انو ممكن يتعب نفسي شوي ولكن ربنا بعيني ان شاء الله تعالى اني انا اظل قادر على تسجيل وامدادكو بكل المعلومات اول باول ان شاء الله تعالى وبعتذر اذا انا قصرت مع اي حدا فيكو وما قدرت اجاوب الفترة الماضية على اسئلتكو فهذا بالسبب اللي انا شرحت الكوية فارجو انكو تعذروني طبعا وصلنا لتوقعاتنا اليومية اليوم راح نحكي عن توقعات يوم السبت 15-2 شباط فبراير القمر موجود في العقرب في منزلة القلب منزلة القلب هي ممتازة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة تأثيرات القمر لما بكون في هاي المنزلة على جميع الابراج في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا من ايام نحبه بشدة ايام نكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لانه ممكن انه ننفجر في الناس اللي حوالينا تحت وطئة الضغوطات العاطفية او الاحباط العاطفي بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة لأول الزوايا اللي رح تتشكل معنا خلال هذا النهار هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة هاي مباشرة بساعات بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما الزاوية التي تريها رح تكون في ساعات الصباح هي زاوية تزديث ايجابية بين القمر والمشتري هاي بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا طبعا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان في عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل من مكسب مالي او بتساعدنا في التعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تتليث ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتعزز لدينا الخيال الخاصب وبقوة لدينا الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في المجالات ذات الصلة بالمجالات الفنية والديكور والتجميل طبعا بالنسبة لباقي الزوايا اللي ما رح تتشكل رح نذكرها بكرة في حلقة الغد طبعا رح نحكي عن خلو المسار رح نحكي عن انتقال المريخ لبرج الجدي طبعا ابتداء من اليوم بدأ تأثير انتقال المريخ وتراجع طارد السلبي وعادة احنا نبهنا ان المريخ لما بيجي بدأ ينتقل من برج لبرج قبل بثلاث ايام بتبلش الاثار السلبية بتكثر الجريمة بتزيد العنف بتزيد التفجيرات بتزيد الاغتيالات يعني بتصير احداث سلبية حتى على الطبيعة بيصير بعض الاحداث الغريبة فهذا الامر صحيح ذكرتوني في مسألة سؤلت عنها انه هل لا اقتران المريخ بالكيتو علاقة لا ما له اي علاقة والاقترانه مع الكيتو دائما بيصير طبعا الكيتو انتو بتسمعوه احنا من زمان باقيناش نعرفه بالكيتو الا لما دخلوا تبعين الفكر الهندي على الساحة هو اساسا احنا منسمي رأس التنين وذيل التنين وهدولا نقطتين وهميات يعني مش موجودات اساسا لاه كواكب ولاه نجوم هاي حركة وهمية بتصير لحساب الكسوف والكسوف واتجاهات واماكن والدرجات اللي بتكون عليه فعشان هيك وبرضو من خلالها منحدد احنا خلو المسار فعشان هيك هاي يعني جهة وهمية الها تأثيرات ولكن تأثيراتها ما بتكون التأثيرات الملموسة التأثيرات اللي بتصير في الايام هاي هي بس من انتقاله من برج لبرج من القوس للجدي فترة الانتقال ثلاث ايام قبل ثلاث ايام بعد على اي برج على اي انتقال بصير للمريخ دائما هاي الاحداث بتصير ما الها علاقة بالتربيعات والاقترانات والمشعارة في ايش هاي اللي طلعوا وسووا عليها حلقات وضجت الناس فيها هذا كلام كله فاضي فعشان هيك بداية ابتدأ ابتداء من اليوم اللي هو التأثير السلبي او من الامس تحديدا بدأ التأثير السلبي لانتقال للمريخ وبرضو بدأ التأثير السلبي لتراجع عطارد فعشان هيك في الفترة هاي في كثير اشياء الها علاقة بالاتصالات والمواصلات والها علاقة بالعنف وبكرا ان شاء الله رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع حكينا ان القمر موجود في العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم خمسة عشر اثنين في تمام الساعة عشرة وتسعتاشر دقيقة بتوقيت جرينتش مساء يعني حلقت بكرا ان شاء الله رح نحكي عن خلو المسار وبيستمر خلو المسار هذا حتى بعد منتصف الليل لليوم الذي يليه ساعة اربعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش وحكينا فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل او توقيع على عقود او عقد زواج او خطوبة او زفاف او شراء شيء ثمين عمر القمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة التسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش مساء بصير عمره اثنين وعشرين يوم نسبة الاضاءة ستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى تسعة عشر اثنين مزاجها منتزج القمر في العقرب حتى ستعشر اثنين المزاج سعيد عطارد لانه بدأ تأثيراته السلبية في الحوت بدأ انتقاله بدأ تراجعه يوم سبعة عشر اثنين فعشان هيك منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاث مزاجها سعيد المريخ في القوس حتى ستعشر اثنين مزاجه منتحس برضو لانه بده ينتقل المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاث مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاث وعشرين ست وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد طبعا قبل ما نبدأ في التوقعات حاب أحكي لكم ملاحظة انه اليوم رح نسقط احنا تراجع وطارد ورح نسقط انتقال المريخ سلبيته فاكيد انه بيوت كثيري اليوم رح يكون فيها اشياء سلبية ما دولوا ايش السلبية اللي اعطيتنا اياها اليوم يعني انا بعطيكو تحذيرات فيكو تاخذوها وفيكو انتو ترموها بعرض الحائط وانتو حرين يعني فانتو اخذوا الكلام اللي بهمكو وبنفعكو وتركو الباقي اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدره شراكي او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء تقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشغله بمعاملة او بملف خلال هذا النهار هيك القمر بحكيلكو ولكن اللي انا شايفه في الخارطة الفلكية لا هذا يوم يعتبر من الايام الصعبة عليكو طبعا مش تقولو انو انا بعطيكو طاقة سلبية هيك الخارطة الفلكية بتحكي بدك توخذ بالقمر خذ هي اعطيتك القمر شو بحكيلك ولكن انا بشرح لك الخارطة تاعتك شو بتحكيلك طبعا انتشار الكواكب وتوزيع الكواكب هو اللي بسبب هذه الضغوطات مش انا اللي بسبب هاي الضغوطات ولا تحليلاتي اللي بسبب الضغوطات هذه زوايا نحسة موجودة على معظم الويوت اللي بتتعلق فيك فعشان هيك بدو يكون فيه تنبيهات كثيرة بالنسبة للبيت الاول نفسيتك ما رح تكون مرتاحة خلال هذا النهار حاسس بنوع من الاضطراب او العصبية او المزاجية حتى ساعات العصر وبعدين امورك بتصير عادي مستقرة لا هي معك ولا هي عليك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا بقولك انه الوضع اجمالا في ساعات الصباح رح تحس انه او في هذه الساعات انه الوضع ممتاز جدا لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه انه في ساعات الظهر وما بعدها انه بصير فيه نوع من انواع الضغوطات عليك اما يتطلب منك دفع مصاري او فلوس او تسديد فواتير او عليك التزامات لازم انك تسددها خلال هذا النهار يعني عندك كثير من المشتريات والدفع والامور المقلقة ماليا اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا بقولك الوضع عندك اجمالا يعني لغاية ساعات الظهر منتازة في بعض الحظوظ عندك ولكن ما بعد ساعة الظهر لساعة المساء هاي فيه امور كثيرة رح تكون ضغط عليك بدك تنتبه في اتصالاتك بدك تنتبه من عصبيتك بدك تنتبه اذا كان عندك امتحان صباحي او سفر بدك ما تغامر ما تخاطر ما تندفع ما تتهور اثناء القيادي ممكن يصير عندك عطل في سيارتك او مركبتك او انه يصير عندك بعض الاعطال في اجهزة الالكترونية او بعض المشاحنات اثناء الاتصالات اما بالنسبة لبيتك الرابع بدك تحذر من اعطال داخل المنزل ستات البيوت بدك تنتبه من بعض الاصابات داخل المنزل من جرح من سكينة من آلة حادة من شغلات بسيطة مثل هيك وبدك تنتبه من المشاحنات وردات الفعل العصبية بينك وبين اهلك في البيت بلاش الحدية حاولوا انك تحلوا الامور بسلمية وبهدوء مش اما في داعي للمشاكل خصوصا مع اخوانكو مع ابنائكو مع ازواجكو مع احد الوالدين اما بالنسبة لبيتك الخامس برضو ضاغط ولكن ضاغط واخف من البيت ولكن برضو بدك تنتبه انه عصبيتك النهار طوله بتتحكم فيك في اكثر من مكان فعشان هيك عصبيتك ثم عصبيتك ثم عصبيتك بدك تحذر منها لا تتهور ولا تغامر نهائيا خلال هذا النهار لانه كله رح ينحسب عليك فعاطفيا نفس الشيء وضعك مشحون وردات فعلك عالية وما تعتمد على الحضوض بالنسبة لبيتك السادس ما تراكم على حالك الاعمال ولا المسئوليات خلال هذا النهار وراقب وضعك الصحي شوي اما بالنسبة لبيتك السادس من لغاية ساعة الظهر في بعض الحضوض بتدعمك ولكن في ساعات ما بعد الظهر تخالي تماما من الحضوض ومن المشاكل يعني الامور لا هي سلبية ولا ايجابية اما بالنسبة لبيتك الثامن فشوي بعض المطالبات أو بعض الأمور اللي أنت بتشتغل فيها خلال هذا النهار أو الأشياء الإدارية أو المعاملات البنكية أو الشيء اللي إله علاقة بالضرائب فأنا بقول لك بدك تنتبه بشكل واضح تماما خلال هذا النهار وما تخالف القوانين لأن العين عليك مفتحة بشكل واضح جدا أما بالنسبة لبيتك التاسع فالحضوض مفتوحة تماما على باب السفر والهجرة والقضايا القضائية الامتحانات المناقشات التقديم على أعمال للدراسة أو للعمل في مجالات تدريس فهي مفتوحة تماما والحضوض بتدعمك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك العاشر فبرضو بحكي لك أنه الوضع أكثر شيء ضاغط في بيت السمعة وبيت اللي إحنا بنحكيها زملائك بالعمل بيت رؤسائك بالعمل فما في داعي للمشاكل ما في داعي للمجازفات ولا في داعي للمخالفات لأنه الأمور محتدي بشكل عالي جدا وسمعتك على المحك في هذه الأيام أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم أنت برضو حسسيتك وعصبيتك بتتحكم حتى في علاقاتك مع أصدقائك حاول أنك تمسك أعصابك وما تحاول أنك تثير أي مشاكل بينك وبين زملائك أو بينك وبين أصدقائك هذه المشاكل ممكن أنه أنت تخسر من خلالها صديق أما بالنسبة لبيت متعبك فانتهت النحوس اللي كانت تضغط عليك الأيام الماضية اليوم أقل ضغط عليك وفي بعض الحظوظ بتحميك فعشان هيك الأمور إن شاء الله بتكون لصالحك في كثير من المسائل اللي إلها علاقة في المؤسسات الكبيرة إلها علاقة في السجون وإلها علاقة في المستشفيات فعشان هيك اللي بيشتغلوا في هاي المجالات أو اللي إلهم ذهاب على هاي الأماكن يعرف إنه الحظ بيدعمهم برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءاتك للفشل تحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر الأيام الشهر ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ولا تعادي أحد تجنب الخلافات كليا خصمك قوي في هذه الفترة واطباعك شوي مش هادية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف إنه البيت الأول شوي نفسيتك مش مرتاحة في عندك بعض الاضطرابات عندك بعض العصبية عندك بعض التوتر ما تخلي اليأس والنرفزة والاكتئاب إنهم يسيطروا عليه خلال هذا النهار حاول إنك تطلع وحاول إنك تتحرك فما يعني ما تهتم لهذه الضغوطات أما بالنسبة لبيتك الثاني فبحكي لك اليوم رح يكون عندك كثير من الضغوطات المالية والأفكار في أمور المال أو الفوترة أو الترتيبات المالية لازم إنك أنت تنتبه بشكل ممتاز جدا خلال هذا النهار وما في داعي للمصاريف لزيادة أو شراء أشياء أنت مش بحاجتها أو تتفشش في صرف النقود وإنت ما في داعي لهذا الأمر بالنسبة لبيتك الثالث بدك تحذر خلال هذا النهار من التنقلات والاتصالات والمواصلات والعروض وحتى النقاشات لأنه شوي عندك أنت عصبيتك ضغط عليه فعشان هيك ممكن تتهور في أي لحظة وتسبب لحالك مشاكل أو تسبب لغيرك مشاكل وأثناء القيادة بدك تنتبه ما في داعي للمخاطرة أو المغامرة الوضع مش إيجابي في بعض علامات الاستفهام على القيادة في الطرقات خصوصا بين المدن وأثناء الامتحانات وأثناء التنقلات وممكن يصير عندك أعطال في أجهزتك الإلكترونية تلفون كمبيوتر أو حتى لو في السيارة نفسها أما بالنسبة لبيتك الرابع ففي ضغوطات ممكن يصير عندك بعض المشاكل أو البلبلات داخل البيت مع أحد الأبناء أو مع الإخوة أو مع الأب أو مع الأم سوء تفاهم مثلا أو حدية طباع أو مشاكل نرفزة على مواضيع تافهة ما تكون لها هالقيمة الكثيرة حاول أنك تضبط أعصابك ودير بالك ممكن أنه برضو يتعرض عندك المطبخ أو خراب في أجهزة إلكترونية أو بعض الأعطال المنزلية بحاجة لإهتمامك ورعيتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور ممتازة الأمور العاطفية الحضوض ما في حضوض كام لدعميتك ولكن أنه في بعض الأشياء بتنجيك خلال هذا النهار أو زوجك لأنه ممكن تحتد لنقاش ممكن يسبب لك مشاكل أو جفة خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك السادس فما تراكم الأعمال عندك وما تقصر في أعمالك لأنه شوي العين مفتحة عليك حاول أنك تنجز كل شيء ضروري بين أعمال خلال هذا النهار وما تحتد في نقاشاتك داخل أعمالك وحاول أنك ما ترمي الأعمال وتقول بأعمالها بعدين لأنه رح تتراكم عليك حاول تنتبه لصحتك وإن شعرت في أي شيء عرضي حاول أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة لبيت الشراكي والمالية والعاطفية في ساعات النهار يعني خصوصا لساعات الظهر الأمور ممتازة دعميتك أما في ساعات ما بعد الظهر وحتى المساء بيصير فيه نوع من أنواع الضغط وبعض النقاشات ممكن تحتد فيها فبرضو كل الأمور بتعتمد على عصبيتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأمور ممتازة جدا في عندك بعض الإنجازات أو الوثائق أو الأوراق القانونية أنت بتحاول أنك تنجزها خلال هذا النهار وممكن إذا في إلك أي أموال تتعلق في تأمين أو في ضريبة أو في أمور دوائر حكومية أو مستردات مالية ممكن تحصلها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فالحضوظ مطلقة في دعميتك على مستوى السفر على مستوى الهجرة على مستوى تجديد هجرة على مستوى امتحانات على مستوى دراسي على مستوى سفريات وتنقلات فعندك دعم كبير خلال هذا النهار ما رح تعاني من أي شيء حتى اللي عنده سفر ما رح يشعر بالسفر من أي ضغطات أو معاكسات أما بالنسبة لبيتك العاشر فبقول لك بدك تدير بالك من أي نزاع أو خلاف ما بينك وبين زملائك بالعمل أو مسؤولينك بالعمل وما تحاول أنك تخالف القوانين لأنه شوي العين عليك انفتحها أما بالنسبة لبيتك الحادي عشر يعني الأمور لا هي إيجابية ولا هي سلبية ولكن في نوع من أنواع الدعم ممكن أحد أصدقائك يساعدك أو يدعمك في مسألة معينة أو يساعدك في شيء معين يعني رح يكون عمل إنساني أو مساعدة من صديق بتيجيك في وقت عادي وممكن يتوجه لك دعوة أو مناسبة معينة وتكون بشكل إيجابي جدا بالنسبة لبيت متعبك ما في أي مشاكل الأمور ممتازة جدا وبالعكس هي مسان ديتك إنه هاي الأمور يعني ما يكون لك أعداء في هذه الفترة برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من عمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ترتاح إلى سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن أحوالك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك في بعض الضغوط النفسية بتأثر عليك خلال هذا النهار نفسيتك شوية بتتأثر في بعض الأشياء ثقتك بنفسك شوي فيها نوع من الخربطة مزاجك شوي متقلب يعني بشكل واضح تماما محتار من بعض المسائل اللي ممكن تظهر على الساحة بيتك الثاني شوي بضغطك ماليا أفكار مالية عندك خصوصا في فترة ما بعد الظهر بدك تدير بالك من المصاريف ومن بعض الاستغلال المالي اللي ممكن حد يستغلك ماليا أو يتودد لك لأجل أنه يقترض منك مال أو يستغلك ماليا وحاول من فقدان بعض الأموال أو أنك أنت يعني تصرف أموالك بطريقة غير عقلانية أما بالنسبة لبيتك الثالث يعني شوي في نوع من العصبية والحدية خلال هذا النهار خصوصا في تنقلاتك واتصالاتك وحتى مباحثاتك وممكن تفتح موضوع يعني أنت شاكك فيه فيثير عصبيتك بزيادة حاول أنك تمسك عصابك بالنسبة لبيتك الرابع ما في أي مشاكل تذكر الأمر مسيطر عليه تماما ما في أي تعب رح يجيك من باب بيت البيت يعني من الإخوة ومن الجيران أو من أهل البيت من أب أو أخ أو ابن بالنسبة لبيتك الخامس شوي أنت اللي رح تكون معصب فممكن أنك أنت تتفشش يا بالحبيب يا أنك تفش وخليك في أحد أهل البيت أما بالنسبة لأمورك العاطفية فأنا بقول لك شوي حديتك وممكن تحكي بعض الكلام يستفز حبيبك فهذا الأمر ممكن أنه يعمل نوع من أنواع الجفة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بحكي لك أنه شوي بدك تراقب أمورك خصوصا على مستوى العمل وما تراكم العمل حاول تنجز اللي أنت بتقدر عليه منه حاول أنه أنت تنتبه لا جدوى الغذاءك وتأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك زيادة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا بقول لك أن الأمور ممتازة في الشراك المالي والعاطفي فعشان هيك الأمور عندك مستقرة تماما إذا عندك مشروع أو فكرة وحابب أنك تطرحها هذا النهار فهذا الوضع رح يكون ممتاز جدا ورح يكون إيجابي جدا إلك أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني في أمور كثيرة أو أمور إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو بعض المعاملات الرسمية أو أوراق انتحاب تنجزها قانونيا خلال هذا النهار بتنجز وبتكون الأمور لصالحك وبشكل ميسر إن شاء الله تعالى أما بالنسبة لبيتك التاسع فلا الأمور لا هي معك ولا هي ضدك والأمور ماشي بطبيعتها بدون أي مشاكل تذكر إن كان على مجال السفر أو على مجال القضايا أو على مجال الدراسة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقول لك شوي بدك تمسك عصابك أثناء تعاملك مع المسؤولين عنك في العمل أو زملائك في العمل يعني شوي عصبيتك ممكن إنها تضغطك أو ممكن إنه يكون العمل ضاغط فأنت ما تنرفز وتستفز من هذا الضغط فتروح إلا أنت عاملك مشكلك بالنسبة لبيتك 11 الأمور ممتازة جدا في علاقاتك مع أصدقائك وممكن يتوجه لك دعوة الاجتماعية أو زيارة أو تحرك اجتماعي فهذا رح يكون لصالحك وممكن يجيك دعم حتى من أحد أصدقائك أما بالنسبة لبيت متاعبك فالأمور ضغطة عليك لدرجة إنه أنت ممكن تشعر ببعض الأشياء المرضية أو التعب أو الوهن خلال هذا النهار حاذر إنك أنت تجهد حالك زيادة وحاول إنك أنت تلجأ للراحة وريح راسك من التفكيرات لزيادة وما في داعي للعصبية هذا اللي بقدر أنصحك فيه برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي ببعث على البهج والإنشراح ما بتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز ضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام يعتبر هذا من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا هيك القمر بمكانه هيك بعطيك وهيك بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك يعني نفسيتك مش كثير تعبانة بالعكس يعني عندك بعض الإرهاق بعض الوهن ولكن إنه بتسيطر عليه يعني شيء مش الشيء المتعب جدا يعني شيء عرضي عصبيتك وتوترك وحديتك تيجي من لحظة للحظة ولكن إنه مش برضو الأمور المرهقة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأمورك شوي ضغطة ماليا عندك بعض المصاريف ولكن برضو مش الأمور اللي بتنال منك وإنه بتأذيك خلال هذا النهار بالعكس يعني أمور مصاريف اعتيادية ولكن أنه أنت ما تبذر زيادة ما تشتري شيء أنت مش بحاجته أما بالنسبة لبيتك الثالث فاتصالاتك وممكن شوي يكون فيها بعض الحدية ممكن يصير عندك بعض الأعطال في أجهزتك الالكترونية أو أثناء التنقلات واستخدام إذا عندك سيارة فحاولوا أنه أنت تكونوا من تبهين بشكل واضح أما بالنسبة لبيتك الرابع فشوي وضع البيت يعني تقريبا هو اللي فيه نوع من أنواع الضغط وخصوصا فيه ساعات ما بعد الظهر حاولوا أنه تمسكوا عصابك ما فيه داعي لخلاف لا مع أخ ولا مع جار ولا حتى مع أهل البيت وحاذروا من بعض الأعطال المنزلية أو بعض الأشياء اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الإصابات داخل البيت خصوصا للستات اللي بيعملوا في المطبخ أو اللي بيشتغلوا في أعمال منزلية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بحكي لك اليوم لغاية ساعات العصر ممكن يكون عندك نشاط عاطفي أو لقاء عاطفي أو اتصالات عاطفية وممكن تلتقي في الحبيب في هذا الوقت ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء أنه يكون عندك نوع من الحدية أو العصبية وأنك معاً شوي هيكي تفرغ طاقة طاقة العصبية في أي أحد من المقربين إليك أو المحببين لا إلك أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تنتبه على صحتك ما زالت الضغوط الصحية عليها علامة استفهام خلال هذا النهار وأي أعراض جانبية راجع طبيبك أما بالنسبة للعمل فالعمل ضاغط عليك في عندك كثير من العمال حاول أنك تنجزها وما تراكمها أما بالنسبة لبيتك السابع ففي حدية في الشراك المالية والعاطفية على أي باب من البابين ممكن نزاع مع الشركاء أو شيء أنت تقترحه حدي عارضك فيه أو يصير يحط مبررات لرفض الشيء اللي أنت بتحطه هاول أنه أنت ما تشد على الموضوع في الأيام القادمة يبيجي يوم مناسب تطرح نفس الفكرة ورح يتقبلوها منك أما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن اليوم يكون عندك أي شيء له علاقة بالمجالات القانونية أو المؤسسات الحكومية أو حتى تجديد أوراق حكومية لا تعصب ولا تثور ولا تحاول أنك تخالف القوانين لأنه الأمر بالنسبة لإلك هو الضاغط وحاول أنك تنتبه من أحلامك خلال الفترة هاي لأنه أحلامك هاي تعتبر كوابيس أضغاث أحلام ما إلها أي تفسيرات أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو يعني في حضوض نعمل إلك اللي عنده امتحان أو عنده مناقش أو عنده رسالة أو عنده أي شيء يتعلق بالدراسة فهو ممتاز جدا حتى اللي عندهم سفر أو بسعوا للسفر خلال الأيام هاي أمورهم ميسرة بإذن الله تعالى حتى لو الأمر إلو علاقة ببيزا أو حتى بتجديد إقامة أما بالنسبة لبيتك العاشر فمنربط العاشر مع السادس نجد أنه في العمل أنت مضغوط أو مع مدراءك في العمل مضغوط أو مع زملائك في العمل مضغوط حاول أنه أنت تتجنب أي مشاكل داخل العمل لأنه شوية الأمور يعني ضاغطة في هذا الباب بشكل كبير واضح على البابين يعني على السادس وعلى العاشر عشان هيك امسك أعصابك وحاول تنجز الأعمال الموك للا إلك أما بالنسبة لبيتك الحادي عشر برضو نفس الشيء ما تحاول تفرض رأيك على أصدقائك وانتقدهم لأنه أنت اللي عندك العصبية مش همي فحاول تنجز الأمور على أكمل وجه في علاقاتك وحاول أنك تمشيها بالشكل المناسب يعني اللي ما تكون أنت ظلمت فيها ولكن برضو اعرف أنه أنت اللي عندك العصبية مش همي أما بالنسبة لبيتك الأخير بيتك الثاني عشر بيت المتاعب فلغاية ساعات ما بعد الظهر الأمور ممتازة جدا ما في أي مشاكل وما في أي خوف ولكن في ساعات العصر وما بعدها بصير فيه نوع من أنواع الضغط النفسي والإرهاق وممكن أنت تشعر بأنه ما عندك طاقة على إنجاز أي شيء حاول أنك أنت تمسك أعصابك وحاول أنك أنت ترتاح خلال هذا النهار انتبه لغذائك انتبه لأكلك مزبوط وانتبه لراحتك بشكل ممتاز وحاول أنه أنت تنفس عن نفسك في أي باب من الأبواب اللي بتريحه خلال هذا النهار برج الأسد بتنهمك في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل أفراد العائلة إلى مد يد العون إله لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأن تؤثر عليك أو على استقرارك بتنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية وبتبدو أنك قلق وبمكن تتدمر لأقل إشارة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف وضعك في الخارطة الفلكية إيش بحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني شوي أنت مضغوط نفسيتك مش مرتاحة حاسس أنه في أشياء بتصير بالخفاء حاسس أنه في بعض القلق عندك هيك فحاول أنك أنت ترفع عن نفسك حاول أنك تطلع من هذا الطوق اللي أنت يعني ما تحشر نفسك في هذا الماء الزاوية عساس أنك ما تتأذى نفسيا أما بالنسبة لبيتك الثاني فبقول لك أنا الأمور ممتازة لغاية ساعات العصر في دعم وفي بعض النشاط خلال هذا النهار في بعض ممكن يجيك هدية ممكن دعم ممكن يجيك مال من عمل إضافي فحاول أنك أنت تستغل فترة النهار أما في ساعات ما بعد العصر فشوي بكون عندك بعض المتطلبات الماريب وبعض المصاريف لأنه شوي بصير فيه نوع من أنواع الضغط أو الانتحاس في هذا البيت فحاول أنك ما تصرف بدون حساب وعرف وين تحط فلوسك لأنه ما في الضغط المالي اللي موجود بالفترة هاي يعني شوي بحاجة لمراقبة الجيبة وتعرف فلوسك وين تحطها أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنت اللي بدك تدير بالك أكثر واحد أثناء التنقلات وخصوصا في ساعات ما بعد أو ما قبل الظهر حتى تدير بالك من التنقلات من السياقة من الحوادث من التهور من النقاشات الحادة من العصبية يعني أمور كثيرة هاي كلها بدك تنتبهلها لأنه هذا البيت بتحكم في هذه الأمور كاملة دير بالك من أي شيء من اللي أنا ذكرته أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمور مستقرة بيت البيت ما في أي مشاكل ولا يعني أشياء تذكر بالعكس لحظ دعمك باتجاه البيت أمورك مستقرة لغاية ساعات العصر يعني وحتى الحظ بلعب معك بدور كبير في هذا المجال أما بعد ساعات الظهر فبيصير شوي أنه الحظ بختفي فيعني الأمور الطبيعية إذا أنت أمر بيتك مريح فأنت مرتاح إذا أمر بيتك عصبي فأنت راح تعصب يعني ولكن على الخارطة الفلكية ببين أنه الأمر له ضاغط وله مش ضاغط يعني الأمر الطبيعي اللي أنت عايش فيه نطاق بيتك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأقول لك دير بالك من عصبيتك وردات فعلك ومن الخصام مع الحبيب تحديدا إن كان داخل البيت أو خارج البيت أو مع أحد أبنائك حاول أنك تمسك عصابك وما تندفع وما تتهور خلال هذا النهار بردات فعلك العصبية أما بالنسبة لبيتك السادس فأمورك ممتازة جدا صحيا تبدأ بالاستقرار وعندك دعم بمجال عملك أو بمكان عملك أي شيء مطلوب منك تنجزه بكل سهولة بدون أي ضغوطات أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فأنا شايف أن الحظ دعمك لغاية ساعة الظهر فإذا عندك فكرة أو عندك مشروع أو عندك أي شيء حاب تطرحه فهذه الفترة مناسبة جدا وبتدعمك بشكل ممتاز جدا أما في ساعات ما بعد العصر بتخف الحظوظ فاستغل ما قبل العصر عشان أنت تكون الأمور لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن فشوي بدك تنتبه وما تخالف القوانين وما تحتد حتى لو كان عندك مراجع لأوراق قانونية حاول أنك ما تعصب في أي جهة حكومية أو أوراق حكومية أو رجال قانون حاول أنك تمسك عصابك وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك التاسع فبحكي لك الأمور ممتازة جدا إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة أو عندك سفر أو عندك قضية قضائية أو عندك مشروع استراد وتصدير أو اتصالات مع ناس خارج البلاد فكله رح يكون مثمر ورح يكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بحكي لك شوي في نطاق عملك لا تحتد مع زملائك في العمل ولا رؤساك في العمل الحظ ما بيدعمك وأي مشاكل ممكن تنحسب عليك انجز الأعمال الموكلة لإلك وحاول أنك ما تأجل الأعمال هاي إلى يوم ثاني أما بالنسبة لبيتك العاشر فشوي عندك نوع من أنواع الحدود لغاية ساعات الظهر ممكن يتوجه لك دعوة أو اجتماع مع صديق أو مساعدة من صديق أو مساندة فتكون لصالحك بشكل إيجابي جدا أما في ساعات المساء فحاول أنك ما تضغط عليهم وما تحاول تتحكم فيهم ولا تفرض رأيك عليهم اسمعهم بهدوء وحاول أنك تجاوبهم بهدوء بدون عصبية أما بالنسبة لبيت متاعبك فدير بالك اليوم متقلب معك ومش معك فعشان هيك أي أخطاء ممكن أنه تيجي في وقت غير مناسب فبتصير لا تغتفر فإياك ومخالفة القوانين خلال هذا النهار برج العذراء بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك فاوض بجراءة عندك تميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول هيك القمر بحكي لك ولكن اللي شايفه أنا بالخارطة الفلكية يعني شوي بحاجة للانتباه والتدقيق في كثير من الأمور خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك الأول في بعض الضغوطات النفسية في بعض العصبية في بعض الحدية في بعض فقدانك على السيطرة خلال هذا النهار حاول أنك ما تخليها تسيطر عليك وحاول أنك أنت تغير نفسيتك وتشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للوضع المالي فأنت عندك اليوم كثير من المصاريف وكثير من الدفعات وكثير من المطالبات وكثير من الالتزامات وحاول أنك أنت فوق هذا كله ما تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب احذر من المصاريف الغير مناسبة في مكانها أو اللي أنت مش محتاجها أما بالنسبة لبيتك الثالث ففعليا لغاية ساعات العصر عندك كثير من الاتصالات وعندك كثير من النقاشات وعندك كثير من الأمور اللي أنت لازم تنجزها وعندك تحركات كثيرة فلكن بعد ساعات العصر بدك تنتبه الأمر بصير سلبي وفيه نوع من أنواع الضغوطات وفيه نوع من أنواع الحدية في الطباع فلا تحاول أنك تختلق مشاكل خلال هذا اليوم لا مع ابن أو لا مع أخ ولا واحد حتى من العائلة لأنه الثالث والرابع والخامس سلبيات فعشان هيك بدك تكون حذر مع أي علاقة مع المقربين أو أحبابك خلال الفترة لأن الأمور ضغطة بشكل كبير ما تفقد السيطرة والعصبية ممكن تنحسب عليك في الأيام الجاية والأخطاء لا تغتفر تعامل مع أحبائك بنوع من أنواع الدبلوماسية وحاول تمسك نفسك من العصبية أما بالنسبة لبيتك السادس فبدك تراعي أعمالك وتنجزها في وقتها ما تحاول تخليها تتراكم وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على صحتك أما بالنسبة لبيتك السابع فهو ممتاز بالناحية الشراكة المالية والعاطفية فأمورك ممتازة وإذا عندك فكرة لمشروع أو لشيء حاول تستغل ساعات ما قبل العصر عشان تنجزها عشان تتسجل لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن فبرجع بحذر دير بالك من المخالفات القانونية لأنه شوي العيون مفتحة عليك والحظ ما بدعمك فممكن أنه تتسجل عليك نقاط أنت مش بحاجتها خلال هذه الأيام أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا عندك سفر أو تنقلات خلال هذا النهار ما فيها الحظ الكبير اللي بدعمك بدك تعتمد على قدراتك الشخصية وعلى شو بين إيديك أشياء بتساعدك على هذا الموضوع بالدراسة أو بالسفر أو بالقضاء أو بالأمور القانونية أو بأمور الاستراد والتصدير كلها يعني فيها نوع من الإيجابي ولكن مش الإيجابي الكثير فلا تعتمد على الحظوض بالشكل المطلق بدك تعتمد على جهدك الشخصي أما بالنسبة لبيتك العاشر فبقولك أنه شوي فيه نوع من أنواع الضغطات في مكان عملك فلا تستسلم ولا تنضغط ولا تخلق المشاكل لا مع زملائك في العمل ولا مع مسؤولينك في العمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فيعني العلاقات الشخصية والعلاقات الاجتماعية مش كثير هذا اليوم ما عندك الرغبة الكثيرة لنوع من أنواع التواصل يعني حتى وإذا تواصلت فهو الأمور الواجبة عليك لا الحظ معك ولا قلت الحظ تضغطك فعشان هيك أدل عليك والمطلوب عليك بشكل إيجابي بالنسبة لبيت متاعبك يعني ما فيها الأشياء الكثيرة ممكن يكون فيه عندك زيارة لمريض في مستشفى أو عيادة أحد الأشخاص اللي أنت بيعزوا عليك وحاب أنك أنت تتواصل معاهم برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرص متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك وضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا إيش قارطة الفلكية بتحكي لك هو نفسيا فعليا واضح بالأمر بالقارطة الفلكية أنه نفسيتك اليوم يعني شوي أحسن عندك كثير من الأشياء اللي أنت حاب تنجزها خلال هذا النهار حاول تنجزها قبل ساعة المساء لأنه في ساعة المساء ممكن تنضغط شوي أما بالنسبة لأمور الأموال فأنا بقول لك الأمور ممتازة في فرص متاحة إليك خلال هذا النهار يعني هي أغلبها رح تيجي إما من عمل إضافي أو دعم من جهة معينة أجنبية أو من أشخاص خارج البلاد أو من مؤسسات تعليمية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا بحكي لك لا بدك تنتبه من عصبيتك ومن اندفاعك ومن تهورك وما تحاول تفرض سلطتك على أهل البيت فممكن يحملك هذا النهار بعض المشاكل مع أخ مع أب مع ابن مع جار حاول أنك تمسك عصابك وما في داعي للتهور أثناء القيادة وانتبه إذا صار عندك أعطال في جهاز هاتف أو في أي أجهزة اتصالات ومواصلات أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت ففي بعض الالتزامات داخل البيت بتأرقك أو شوية بتخليك هيك عصبي أو تلعب في مزاجك أو بعض الخلافات الداخلية لا تخليها تسيطر عليك لأنه أنت بطاقتك الإيجابية ممكن تمحي كل إشي سلبي إحنا ذكرناه أما بالنسبة لبيتك الخامس فلا في حضوض دعمة ولا في سلبي مأثرة يعني الأمور أنت مسيطر عليها بالأمور العاطفية ما تعتمد على الحضوض بس ممكن يكون عندك لقاء مع حبيبك خلال هذا النهار تمشي بشكل روتيني ما رح يكون فيها المفاجآت الكبيرة أما بالنسبة لبيتك السادس فبدك تدير بالك شوية يعني صحيا ممكن يجيك بعض التوعكات الطفيفة جدا لا تذكر ما تأخذها بالحسبان تتجاوزها بشكل إيجابي إن شاء الله أو ما بالنسبة لأعمالك فأنت مسيطر على أعمالك المكللة إلك وبتقدر تنجز اللي أنت بدك إيها بالوقت اللي أنت بدك إيها أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فالأمور برضو مش ضغطة وما فيها سلبية يعني أمورك ماشي على المعتاد حتى ساعة المساء وبعدين بدك تنتبه من الخلافات مع الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم لا تدائن حد ولا تقرض حد مال بالعكس حافظ على ممتلكاتك من الضياع خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور متذبذة بخلال هذا النهار بإيجابية مش بسلبية فأول النهار لغاية ساعة الظهر الأمر داعم بالنسبة لإلك بشكل قوي جدا بامتحاناتك بمقابلاتك حتى بسفرك حتى في المراكز التعليمية بتقدر تنجز وتقدر تحصل المال من خلالها وبتقدر تجدد إقامتك وبتقدر تقدم عفيزة حتى لسفر ولكن في ساعات بعد الظهر بتخف هاي قدرة الحضوض الموجودة ولكن ما بتصير سلبية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بحكي لك دير بالك من الخلافات مع المسؤولين في العمل خصوصا رؤسائك في العمل وزملائك في العمل وما تخلي العمل يتراكم عندك أما بالنسبة لبيت الصداقة يعني أنا بقول لك الأمور ممتازة وممكن يكون عندك بعض الدعوات أو النشاطات الاجتماعية وتصب لمصلحتك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت متاعبك فالأمر متذبذب معك ومش معك وفيه سلبية موجودة فيه احذر من المكائد أو أي أشخاص يوقعك بكلمة أو من إفشاء سر من أسرارك إذا أتمنت شخص غير مناسب لهذا الأمر برج العقرب أنتو اليوم نشيطون وحيويون وبنجذب إليكم أفراد الجنس الآخر بادروا إلى خطوة جديدة من شأنها أن تدعم مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة بالفعل من أفضل أيام الشهر هيك القمر بحكي لك هل لنا نشوف على أرض الواقع على الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول نفسيتك مش مرتاحة شوي حاس بالقلق حاس ببعض الأمور ضغط عليك بشكل مش ممتاز أو بشكل سلبي حاول أنك أنت تسيطر على نفسك وعلى انفعلاتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فعندك اليوم كثير من المصاريف وعندك بعض الأمور المالية اللي أنت بتفكر فيها عندك كثير من المتطلبات حاول تنجزها بدون ما أنت تدايم وبدون ما أنت تصرف بدون ما تعرف أنت وين بتحط فلوسك أما بالنسبة لبيتك الثالث فبحكي لك اليوم عندك حظوظ كاملة في التنقلات والاتصالات المراسلات الامتحانات حتى لو كانت على مستوى الابتدائي ممكن يكون عندك مقابل العمل أو مراسل العمل فاليوم إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمور مستقرة تماما داخل البيت وحتى بالنسبة لبيتك الثالث فاثنين بدعموك داخل البيت وبيتك الخامس بعطيك الحظوظ فما في مشاكل داخل البيت بالعكس الأمر مستقر مثل ما بدك وزيادة ما في أي حدية إيه بالطباع رغم أنه بتمر بعض التقلبات النفسية عليك ولكن الأمور ماشي إن شاء الله على خير أما بالنسبة لبيتك الخامس عواطفك لسه ما وصلت للمرحلة اللي نحكي إنها قوية وجياشة بالعكس أنت لسه شوي عندك بعض الخوف من بعض الأشياء عندك بعض التردد بعض الأفكار في رأسك حاول إنك ترتبها بالشكل الصحيح على أساس إنه ما تكون في المكان السلبي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بحكي لك دير بالك على صحتك راقبها بشكل ممتاز وأعمالك لا تخليها تتراكم عندك حاول تنجز أعمالك بالشكل الإيجابي أما بالنسبة لبيتك السابع فالوضع ممتاز جدا وما في أي خوف عليك بالعكس إذا عندك فكرة أو مشروع أو عقد أو ارتباط أو أي شيء خلال هذا النهار بتقدر تأديه على أكمل وجه بالعكس الحليفك أما بالنسبة لبيتك الثامن فبقول لك بدك تنتبه من أحلامك بدك تنتبه من أفكارك بدك تنتبه من الوساوس وبرضو بدك تنتبه من أي شيء غيبي لا تدخل في أمور ونقاشات وتحتد فيها ويكون ماء الهداعي وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا بحكي لك الوضع ممتاز جدا في نوع من الحضوض موجودة صحيح مش الحضوض المطلقة ولكنها دعميتك بشكل إيجابي على المستوى الدراسي والامتحانات والقضايا والسفر كلها أمور لصالحك إن شاء الله إنه كل الأمور بتمشي بالشكل اللي أنت بدكية أما بالنسبة لبيتك العاشر فبحكي لك علاقاتك مع المسؤولين بدك تكون ماسك نفسك وما تحتد لأنه الشوي العصبي في خلال الأيام هاي ممكن تولد انفجار وتنحسب الأمور ضدك خصوصا بتعاملك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو العمل مع المؤسسات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فبحكي لك شوي في نوع من أنواع الضغوطات عليك مع الأصدقاء أو سوء تفاهم حصل من بعض الأصدقاء لا تحاول أنك تكبر الأمور وتضغطها بالزيادة وتخسر صديق أنت في خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا بحكي لك أنت الأقوى لحد دعمك في بيت متاعبك ما في أي شيء يعاكس عليك ولكن بدك تنتبه أنت من العصبية لأنه أنا شايف أن العصبية بتلعب دور كبير خلال هذا النهار في أعصابك برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا إلى الراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ بتعاني من تراجع في الأرباح أو المعنويات أو الحيوية ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أنه نفسيا أنت ما عندك أي مشكلة بالعكس الأمور ماشية على حسب مزاجك ما فيها العصبية اللي تذكر حتى في بيت متاعبك يعني ما فيها الإشي الكثير أنت مسيطر على الأمور بشكل إيجابي ونفسيتك مرتاحة أما بالنسبة لأبيتك الثاني شوي عندك ضغط بالمصاريف ضغط بالفواتير أو الفوترة حاول أنك تنجزها بشكل إيجابي الوضع المالي شوي مقلقك خلال الفترة هاي حاول أنك ترتب أمورك المالية وما في داعي للمصاريف الغير لازمة أما بالنسبة لأولاتك خلال هذا النهار فأنا بقول لك يعني شوي يعني ما رح يكون الحظ حليفك فيه وما رح يكون فيها الإنجازات القوية ولكن اعمل اللي عليك وإن شاء الله أن يكون فيه إنجازات ولكن بدك تنتبه من المخاطر اللي هي الاندفاع والتهور والأشياء اللي ممكن تحصل أثناء القيادة أو في أجهزة المواصلات والاتصالات ودير بالك من الخلافات مع الأبناء أو مع الإخوة أو مع الجيران أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمور مستقرة تماما داخل البيت خصوصا مع الأب أو مع الأم الأمور أنت مسيطر عليها بشكل إيجابي هذا النهار بالعكس أنت حاب أنك تنكث في البيت وحاب تنجز بعض الأعمال المنزلية أما بالنسبة لبيتك الخامس ممكن يطرق على الساحة بعض الخلافات العاطفية عندك وتحتد فحاول تمسك أعصابك يعني مش كثير سلبية ولكن أنه مش الأمور البسيطة تكبرها وتخلق من وراها مشكلة كبيرة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بحكي لك بدك تنتبه لصحتك شوي شوي لسه أنت حاس أنه صحيا في عندك بعض المشاكل حاول أنك أنت تراقب نفسك وأن الأمر بحاجة لإستشار الطبيب استشير طبيبك أما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفية بيتك السابع فهو ممتاز جدا وما في أي خلافات العكس الوضع مستقر أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا بقول لك شوي ما تخالف القوانين وحاول تلتزم بالقوانين يمكن يكون عندك بعض الأشياء حاب تنجزها خلال هذا النهار مؤسسات حكومية أو دوائر حكومية أو مع جهة حكومية يعني الأمر لصالحك ولكن برضو بدك تدير بالك أنه ما تعصب بالنسبة لبيتك التاسع بحكي لك الأمور ممتازة جدا الأمور حتى لو كانت ضغطة في باقي المنازل ولكن هذا المنزل بيعمل لك تنفيسة باتجاه السفر التنقلات الاتصالات الخارجية مع جهة أجنبية ممكن يجيك دعم حتى من الخارج من أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم ممكن يجيك قبول جديد ممكن يصير عندك امتحان وتنجز إنجاز رائع جدا خلال هذا النهار اللي عنده فيزا أو إقامة حاب يجددها هذا يوم مناسب أما بالنسبة لبيتك العاشر فبحكي لك بدك تدير بالك مع المؤسسات الكبيرة أو أثناء تعاملك أو مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل ما في داعي للعصبية ولا الحدية حاول إنك تنجز المطلوب منك بدون ما تختلق المشاكل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 ففي دعم بالنسبة لواحد من أصدقائك ممكن يدعمك خلال هذا النهار ممكن يعطيك شيء مميز وممكن تحقق شيء مميز بدعم أو بمساعدة صديق أما بالنسبة لبيتك 12 فبحكي لك بيت متعبك شوي ضاغط عشان هيك صحيا أو نفسيا ممكن أن تنضغط خلال هذا النهار في بعض المسائل وراقب صحتك وما تجهد نفسك وحاول أنك تأخذ هيك نوع من أنواع اللي هي الراحات وإنجز بس الأعمال الضرورية خلال هذا النهار عشان أنت برضو تطلع من السلبيات بشكل كافي برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أصدقاء أو أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكوا تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف أو للتعاون أو لمشاركة الفعلية اقتنس أي شيء أو فرصة وحاول أنك تعلن عن رأيك للحصول على موقع معين تفاعل مع المسؤولين بمرونة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية أي شيء بتحكي لك نفسيا ضاغط بشكل كبير جدا خلال هذا النهار ما تجهد نفسك اعمل الأعمال الضرورية لا تحاول ترهق حالك حاول تخلد للراحة خلال هذا النهار لأنه فيه نوع من أنواع الضغط النفسي عليك أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور مسيطر عليها ما رح نحكي أنه رح يجيك دعم مالي لأنه ما فيها القوة المالية الموجودة أو الإشي اللي بوحي لهذا الأمر يعني ممكن أن تتحصل أشياء بسيطة جدا خصوصا في ساعات الصباح أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من الاتصالات والتنقلات ولكن لا تيأس وحاول أنك تكرر المحاولة ما تحاول أنك تستسلم أنه ما فيه إشي ظابط بالعكس اللي بتعمله اليوم ممكن يكون بذره للأيام القادمة ويساعدك في الأيام القادمة أما بالنسبة لبيتك الرابع فكثير من الضغوطات عندك بالنسبة لبيتك الثالث والثاني داخل المنزل فممكن أنه يصير فيه خلاف بينك وبين أخ أو جار أو حتى أحد أفراد المنزل أو أحد أبنائك فحاول أنك ما تخليها تكبر الأمور هاي ومشي الأمور بحكمة وما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة لبيتك الخامس أمورك العاطفية مسيطرة عليها أمورك ممتازة وممكن يصير فيه نوع من التواصل مع الحبيب خلال هذا النهار ولكن برضو رغم هيك حاول أنك أنت ما تضغط على الحبيب الزيادة وحاول أنك أنت ما تستفز الحبيب الزيادة يعني الأمور فيها إيجابيات كثير ولكن حبيت أن نبه لها بعض السلبية وانت حر يعني فيك تأخذ فيها وفيك ما تأخذ فيها لكن ما فيه إشي سلبي كثير أما بالنسبة لبيتك السادس فبدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات الصحية وإذا عندك أعمال حاول تنجزها وما تأجل شيء خلال هذا النهار لأنه تأجيل هذا رح يكون عليك أنت يعني رح يتراكم عليك أنت ويكون على مسؤوليتك أنت أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو داعم بشكل قوي جدا إليك وإن شاء الله أنه حتى لو كان عندك فكرة أو مشروع أو شيء حاب تروجله خلال هذا النهار ممكن يكون إيجابي ولصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن فبدك تدير بالك على مغتناياتك من الضياع تدير بالك من مخالفة القوانين حاول أنك تحكم نفسك من العصبية في الدوائر الحكومية أو بعض الأشياء الحكومية لأنه هذا الأمر رح يتسجل عليك ما رح يتسجل لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا كان عندك قضية أو كان عندك سفر أو كان عندك أمور إلها علاقة بالهجرة أو دوائر الهجرة أو امتحانات فاليوم ممتاز جدا ورح يكون فيه أشياء كثيرة لصالحك حتى علاقاتك مع الأشخاص اللي خارج البلاد أو مع أجانب بتكون بأوجها أما بالنسبة لبيتك العاشر فأبدأ أحكي لك أنه شوي حاول أنك تنجز الأعمال الموكلة منك بالمؤسسات الكبيرة أو بالدوائر الكبيرة حاول أنك أنت ما تستفز رؤساك بالعمل ولا زملائك بالعمل لأنه هذا الشيء رح يتسجل عليك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 أنا بحكي لك الوضع إيجابي شيئا ما وممكن أحد الأصدقاء يدعمك خلال هذا النهار ولكن برضو بدك تنتبه أنه ما تفرض سيطرتك وسلطتك على هذا الشخص وتحاول أنك تتحكم فيه عشان ما تخسره أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو آمن تماما وما تؤمن من أي شخص ممكن أنه يحاول يؤذيك بالخفاء بالعكس في عندك دعم ممكن نحكيها إحنا بصيغة عامية أنه ربنا يسر لك الأمور أنه حد يحميك أو يحميك من أي مخاطر قادمة خصوصا خلال الفترة القادمة اللي هي اليوم وبكرة وحتى بتمتد لخمس أيام فما تؤت خاف من أشياء ممكن أنه حد يكيد لك بالخفاء ويحاول يغضر فيك برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل ممكن ينجح في إثبات جدارته نيل رضى المسؤولين حافظ على هدوءك ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وممكن يكون فيها امتحان لإلك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لأبيتك الأول شوي في نوع من أنواع الضغوطات النفسية حاسس أنك أنت مش مرتاح خلال هذا النهار حاسس أنه في بعض الاضطرابات النفسية موجودة عندك في نوع من العصبية والحدية موجودة في طباعك خلال هذا النهار حاول أنك تسيطر عليها أما بالنسبة لأبيتك الثاني فالأمور المالية ممتازة ممكن يجيك دعم أو يجيك بعض المساعدة أو بعض الأرباح من الأعمال الإضافية أو ممكن تجيك هدية أما بالنسبة لأبيتك الثالث فأنا بحكي لك دير بالك من التهور والمغامرات والعصبية خلال هذا النهار ودير بالك من الخلافات مع أخ أو مع جار وحاول أنك أنت تنجز الأمور المكلة إليك بدون تسرع وبدون عصبية ممكن يصير بعض الأعطال إلها علاقة بالميكانيك أو بالسيارة أو إلها علاقة بالإلكترونيات أو الاتصالات أو هاتفك النقال مثلا أما بالنسبة لأبيتك الرابع فالأمور ممتازة جدا وأنت مسيطر عليها داخل البيت وما في أي مخاطر تذكر أما بالنسبة لأبيتك الخامس دير بالك من حديتك وأنت بتتعامل مع الحبيب بالحضوض ما بتدعمك بالعكس في أمور ممكن أنها تكون سلبية وضغط عليك بشكل كبير أما بالنسبة لأبيتك الصحة والأعمال فاليوم شوي أنت مضغوط عمليا عندك كثير من الأشياء اللي حاب تنجزها والأعمال الموكلة لإلك حاول أنك تنجزها بدون ما أنت ترهق حالك الزيادة وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لأبيت الشراك المالية والعاطفية فالأمور ممتازة جدا ممكن تطرح مشروع أو فكرة معينة فتكون لصالحك خلال الأيام القادمة الفترة ممتازة جدا على المستوى الشراك المالية والعاطفية أما بالنسبة لأبيتك الثامن فبدك تدير بالك من المخالفات القانونية أو أي شيء له علاقة بالجهات الحكومية لأنه ممكن تتسجل عليك هاي المواقف وتنحسب ضدك ودير بالك على مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة لأبيتك التاسع اللي عنده امتحان أو سفر أو عنده شيء له علاقة بتجديد الإقامة فاليوم مناسب جدا والحظ دعمك بشكل كبير جدا حاول أنك تنجز كل شيء بوقته وما تخلي الخطأ منك مش من الحضوض لأنه الحضوض دعميتك حتى لو كان عندك امتحان وأنت مش دارس عليه ممكن أنه يساعدك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأي شيء له علاقة بالمؤسسات الكبيرة يحاول أنك ما تثير المشاكل وما تعصب وما تختلق المشاكل لأنه شوي يعني ضغط الأمور عليك بشكل سلبي فممكن يتسبب لك نزاع يا إما مع رئيسك بالعمل أو المسؤول عنك أو زملائك بالعمل حاول أنك ما تحتد وما تعصب وإنجز المطلوب منك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فالوضع ممتاز جدا وعلاقاتك مع أصدقائك عالي جدا وممكن تلاقي دعم من صديق لا إلك في وقت أنت ما بتتخيله فممكن يكون فيه نوع من المساعدات أنت يعني ما كنت متوقع أنها تجيك في هذا النهار فحاول أنك تستغلها وأي نشاط اجتماعي أو بين الأصدقاء تمموا لأنه فيه الخير لكثير لإلك أما بالنسبة لبيت متاعبك فشوي بيحكي لك أنه أنت مرهق وبدك تراقب وضعك الصحي وحاول أنك ما تعصب وإنجز المطلوب منك وما تأجل أي شيء ليوم آخر إلا الشيء اللي مش ضروري الأعمال الضرورية حاول أنك تنجزها مرج الحوت يصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن أنك تلتقي أو تتلقى إشارة أو خبر صار هاي من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة دينيماكية جدا وبتشكل محطة لإنطلاقة بورشة جديدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني نفسيتك اليوم أحسن من يوم أمس أنت مسيطر على الأمور بشكل إيجابي عندك نوع من أنواع الحيوية رغم أنه في بعض التقلبات الصحية لكن ما تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة لبيت المال فشوي عندك نوع من أنواع الضغوطات المالية عندك كثير من الاهتمامات المالية عندك كثير من السداد لبعض الديون أو لبعض الفواتير حابب أنك تنسقها بالشكل الإيجابي خلال هذا النهار حاول أنك أنت تنسقها بطريقة عقلانية أما بالنسبة لبيت التنقلات عندك والاتصالات ببيتك الثالث فأنا بحكي لك دير بالك ما تغامر وما تخاطر خلال هذا النهار وحاول أنك يتراقب نفسك وعصبيتك وحاول أنك تهتم بسيارتك أو بأجهزتك الاتصالات أجهزة الاتصالات خوفا من الأعطال ومبلاش خلافات داخل المنزل خصوصا مع الإخوة أو مع الجيران حاول تضبط نفسك أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فأنا بشوف الوضع ممتاز جدا وأنت مسيطر على الوضع وبالعكس الحظ دعمك في هذه المسألة بالنسبة للعواطف عندك العواطف اليوم جياشة وعندك كثير من التحركات العاطفية والاتصالات العاطفية والاهتمامات العاطفية الحظ بدعمك فيها والحظ بدعمك في أشياء أخرى أما بالنسبة لبيتك السادس فبدك تهتم شوي لصحتك بشكل طفيف جدا ولكن الأمور دعميتك في العمل وفي المجال الصحي يعني بمعنى آخر بتطلع تواعوكات ما يعني مش هالإشي المهم لكثير وعادي تمشي الأمور أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا بحكي لك الوضع جيد يعني حاول تنجز أي شيء أوراق قانونية أو معاملات قانونية خلال هذا النهار الحظ ما بدعمك بشكل كبير ولكن ما فيه سلبية أما بالنسبة لبيت الشراك المالية والعاطفية فالأمور ممتازة جدا وما فيها نوع لا سلبية لا ضدك ولا عليك فحاول أنك تنجزها وتنجز الأمور اللي عندك ما تحاول تدخل بشيء جديد بتلاقي الأمور ميسرة إن شاء الله في الأشياء اللي بين إيديك أما بالنسبة لبيتك التاسع عندك كثير من الاتصالات الخارجية وممكن تطلب بدعم حتى من بره أو عندك بعض التنقلات الخارجية أو الامتحانات أو شيء له علاقة بالسفر البعيد طارق على الساحة حاول أنك تستغل الأمور هاي اليوم إيجابي بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك العاشر فعلاقتك في العمل ممتازة أنت مسيطر على الأمور ما فيه أي خلافات بالعكس الوضع دعمك مع المؤسسات الكبيرة ودعمك مع رؤسائك بالعمل ومع زملائك في العمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا بحكي لك شوي علاقاتك مع الأصدقاء ضعيفة أو أهملتها بالفترة الماضية حاول أنك أنت ماثير العصبية ولا النزاعات معهم وحاول أنك يتمشي الأمور الضرورية في الضرورية وحافظ على أصدقائك لأنه هدولة في وقت الضغط بنفعوه أما بالنسبة لبيت متاعبك ممكن تحس بنوع من أنواع الوهن أو التعب أو أنك مش حاب تنجز أشياء كثيرة أو متراخي عن كل إشي إيجابي إحنا حكينا في التحليل فحاول أنك أنت ما ترمي الأمور وراء ظهرك حاول أنك أنت تتحرك على الإشي الإيجابي وخذ قصة من الراحة مش غلط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء